عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سعد الضبي من قناة البرمجة يحييكم ويتمنى لكم مشاهدة منتعة طبعا هذا الفيديو سيكون هو أول باكرة دورة الجافة بعون الله التي ستستمر معكم على ثلاثة مراحل في المرحلة الأولى سوف نتعلم أساسيات البرمجة في المرحلة الثانية سوف نتعلم البرمجة بالكائنات الموجهة باستخدام لغة جافة وفي المرحلة الثالثة سوف نتعلم تطبيقات الواجهات والاتصال مع قواعد البيانات سنقوم الآن بفتح برنامج النيتبينز طبعا نحن سنستخدم برنامج النيتبينز لبرمجة الجافة وهو من أقوى وأشهر البرامج المستخدمة ويعتبر برنامج النيتبينز بيئة ممتازة جدا لكتابة الأكواد بلغة الجافة أو بلغة بي اتش بي أو بلغة سي بلاس بلاس طبعا أعزائي المشاهدين تعتبر لغة الجافة هي لغة تعتمد في هيكليتها على الأوبجيكت أورينتيد وهذا الأوبجيكت أورينتيد سوف نتكلم عنه في الفصل الثاني سنأخذ اليوم لمحة موجزة لمحة موجزة عن برنامج الجافة وعن هيكلية برنامج الجافة وسيكون لدينا برنامج بسيط وهو كيفية طباعة جملة ثم كيفية حفظ الملف ننتظر برنامج النيتبينز حتى يفتح عزاء المشاهدين طبعا هو يتأخر يتأخر قليلا في الفتح لأول مرة ثم بعد ذلك ستجده يفتح من سرعة أكثر هذا هو برنامج النيتبينز عزاء المشاهدين سنتعلم كيفية فتح ملف جديد أو مشروع جديد لبرمجة برنامج الجافة لفتح مشروع جديد نذهب إلى القائمة فايل ثم نختار نيو بروجيكت سيظهر لنا مربع حوار أو مربع البحث أو يعطينا العديد من الخيارات طبعا راح يقول لك ما هي اللغة التي تريد استخدامها جافة أو بي اتش بي أو سي بلاس بلاس وهكذا نحن سنختار جافة ثم نضغط على الزر نيكست في هذه الواجهة أعزائي المشاهدين يطلب منك يعطيك مربع حوار يطلب منك إعطاء اسم للحزمة أو اسم للملف سنتكلم عن الحزمة لاحقا لأنه سابق لأواني سنعتبر هذا اسم الملف وهنا موقع الملف الذي تريد حفظه تستطيع أيضا الضغط على الزر براوزر لتحديد وجهة الملف أو أين تريد أن تحفظ الملف الآن لفتح المشروع نضغط على الزر finish حتى يفتح لنا ملف جديد ونستطيع كتابة الكود الجافة في المحرر طبعا عندما يفتح لك ملف جديد ستلاحظ أن هناك بعض التعليقات التعليقات هي الجملة التي تسبقها علامة مائلة تشبه علامة القسمة يليها علامة النجمة أي أسطر تسبقها علامة مائلة تشبه علامة القسمة وعلامة النجمة تعتبر تعليقات لا فائدة منها نقوم بمسحة تعليقات أعزائي المشاهدين بهذا الشكل لكي نتعرف على بنيات برنامج الجافة طبعا الجافة يعتمد في بنيته أعزائي المشاهدين على البرمجة في الأوبجيكت أورينتد طبعا الجافة تعتمد الأوبجيكت أورينتد في برمجتها أو على هيكلية الأوبجيكت أورينتد في برمجتها لاحظ في البداية مكتوب بكج ثم اسم البكج بكج واسم البكج جافة أبليكيشن وهو نفس الاسم الذي ظهر لنا في مربع الحوار أعزائي المشاهدين لو أننا غيرنا الاسم في مربع الحوار سيظهر بنفس الاسم الذي كتبه في مربع الحوار طبعا كلمة بكج تعني حزمة والحزمة تضم داخلها العديد من الكلاسات والعديد من الدوال والمتغيرات بحيث يمكننا استخدام هذه الحزمة في مكان آخر أو في تطبيق آخر أو إعادة استخدام الحزمة في برنامج أو مشروع آخر عزائي المشاهدين وهذا ما سنتكلم عنه بعون الله لاحقا لاحظ البكج ثم اسم البكج في السطرة الثانية يأتي بابليك كلاس جافة أبليكيشن لاحظ طبعا البرمجة بالأوبجيكت أورينتد دائما عندما نبدأ البرمجة بالأوبجيكت أورينتد نقوم بكتابة كلاس ثم اسم الكلاس وداخل هذا الكلاس يكون لدينا مجموعة من الدوال من الدوال بما فيها البرنامج الرئيسي هناك بعض الكلاسات التي سنبنيها تضم بعض الدوال وأنواع الكلاسات والوراثات وهذا ما سنتكلم عنه لاحقا طبعا كلمة بابليك تعني أنه يمكن إعادة استخدام الكلاس من خارج الحزمة طبعا لدينا درجات الوصول التي هي بابليك برايفيت بروتيكتيد بابليك وبرتيكتيد بابليك تستطيع استخدام تعني أنك تستطيع استخدام أي متغير أو أي دالة من خارج الحزمة طبعا لاحظ لدينا بابليك ستاتيك فويد ماين سترينغ أرجيس هذا هو البرنامج الرئيسي ومن البرنامج الرئيسي يتم انطلاق البرنامج وتنفيذ الأوامر حسب سلسلها من البرنامج الرئيسي البرنامج الرئيسي بابليك ستاتيك فويد ماين لاحظ كلمة بابليك تكلمنا عنها سابقا وقلنا أن أي دالة أو أي متغير معرف بأنه بابليك معنى هذا أننا نستطيع استخدامه أو إعادة استخدامه من خارج الكلاس بعكس برايفيت وبروتكتيد كلمة ستاتيك تعني أننا نستطيع استدعاء هذه الدالة بواسطة اسم الكلاس وليس بواسطة الكائن أي دالة أو أي متغير معرف على أنه ستاتيك نستطيع استدعاءه بواسطة اسم الكلاس يعني مثلا إذا كان لدينا دالة اسمها بابليك ستاتيك فويد اس على سبيل المثال هل نستطيع استدعاءها بواسطة اسم الكلاس مباشرة وذلك بكتابة اسم الكلاس ثم نقطة أو دوت ثم كتابة اسم هذا المتغير أو هذه الدالة إذا كان ستاتيك يعني إذا كان ستاتيك نستطيع استدعاءه بواسطة اسم الكلاس سنتكلم بشكل أكثر تفصيلا في الدروس اللاحقة بعون الله كلمة فويد تعني أنه أن هذه الدالة لا تعيد قيمة طبعا الدوال تنقسم لدينا قسمين دالة لا تعيد قيمة ودالة لا تعيد قيمة كلمة فويد معناها أنها لا تعيد قيمة ماين ويعني البرنامج الرئيسي لاحظ بعد كلمة ماين هناك قوسين string args وهو هذه معاملات يعني مثلا لإرسال معاملات نصية من خارج الحزمة أو من خارج الكلاس طبعا في برنامجنا البسيط هذا أعزائي المشاهدين سنتعرف كيفية على كيفية طباعة جملة بسيطة hello world باستخدام الدالة system.out.brintlin وسوف نتعرف على كيفية تنفيذ هذا البرنامج بواسطة برنامج النيت بنز ثم كيفية الحفظ الآن نكتب system.out.brintlin نفتح قوس طبعا كلمة مهمة فقط طباعة الجملة التي تكون ما بين القوسين تستطيع أيضا طباعة متغيرات وأشياء أخرى داخل هذه الدالة system.out.brintlin الآن كتبنا hello world سنتعلم الآن كيفية تنفيذ الجملة أو كيفية تنفيذ البرنامج حتى تظهر لنا الرسالة المطبوعة طبعا نحن أمرنا البرنامج أعطينا البرنامج أمر وهو قلنا البرنامج اطبع لنا كلمة hello world لاحظ الآن لتنفيذ البرنامج نضغط على المثلث الأخضر الذي في الأعلى لاحظ في الأسفل طبعا لنا كلمة جملة hello world نسحب مربع التنفيذ أو شاشة الخرج لاحظ تم طباعة جملة hello world كما تلاحظ بأن برنامج النيتبينز يسهل علينا العمل والتنقل في عملنا بواسطة التطبيق بواسطة التبويبات الآن سنتعرف على كيفية حفظ الملف طبعا عزي المشاهدين برنامج النيتبينز يقوم بحفظ الملف مسبقا لو لاحظنا عندنا مربع الحوار عندما حدد لنا location أو الموقع وطلب مننا تعدد الموقع معنى هذا أنه سيكون يحفظ تلقائيا عملنا في ذلك الموقع فقط لنتعرف على كيفية الحفظ وهو من الفايل نختار safe ولحفظ الملف باسم آخر نختار safe